الكتاب يقول لنا أنهم وصلوا إلى فيليبي وهي مدينة أول مدينة من مقاطعة مكدونية وهي كولونية فكانت فيليبي كولونية معنى أن لها امتيازات خاصة من الامبراطور بنيت بوصل الإسكندر الأكبر وسميت على اسم أبو الإسكندر الأكبر في لبوس المكدوني وسميت مدينة فيليبي فأقمنا في هذه المدينة أياما مع أنه عنده تأكيد زي ما بيقول لنا في آخر آية عدد عشرة متحققين أن الرب قد دعانا لنبشرهم لكن لما وصل ما اقتحمش العمل لكن فمكثنا أو فأقمنا في هذه المدينة أياما عنده ثقة أن الرب بعته لكنه لم يندفع لكي يخدم وبس في يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة لكن ما لقاش الراجل المكدوني لقى ستات لأنه كنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا وفي زكريا أربعة الآية عشرة يقول ما نصدرى بيوم الأمور الصغيرة أحيانا إحنا لما إحنا بولس العظيم ده قاعد مع شوية أخوات قليلين وبيكلم معاهم خارج نهر مدينة فيليبي يعني هي ده ده المكدوني الراجل اللي بيقول له أعبر إلى مكدونية وأعنة تبدو البداية أنها ضعيفة لكن ما نصدرى بيوم الأمور الصغيرة دي كانت نقطة البداية في كل قارة أوروبا اللي ياما طلعت من مرسلين ومن مبشرين ومن كتاب ومن معلمين يعني أفادت المسيحية على مر الظهور برجال أتقياء لازال التاريخ يذكر حياتهم كنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا والرب فتح قلب وحدة اسمها لديية بيعت أرجوان من مدينة ثياتيرة فكانت تصغي إلى ما يقوله بولس فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا فألزمتنا الرب فتح قلبها كانت النتيجة أن هي فتحت بيتها ودايما الرب بيفتح القلب لكن على الذي فتح الرب قلبه أنه وتجاوب مع ذلك ويظهر ثمار الإيمان أظهرت هذا الثمر الرائع إنها قبلت بولس وسيلة في بيتها